رواية مهمة تأتي في هذا السياق في سياق المصطلحات المتحركة الإشارات المتنقلة أضربها لكم مثالا أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة التي قرأت منها في الحلقات الماضية الباب الخامس والتسعون صفحة لثمية الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من باع طين قبر الحسين ماذا يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه من باعه قطعاً الذي يبيع طين قبر الحسين شيعي يعتقد بأهميته لا أريد أن أقول يعتقد بقدسيته يعتقد بأهميته وإنما يبيعه لشخص شيعي آخر فهو ليس في مقام الإهانة لتربة قبر الحسين من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه كارثة كارثة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه هذا رجل شيعي يأخذ تراباً من تراب قبر الحسين من تراب كربلة ويبيعه لشيعي آخر وذلك الشيعي يأخذه للانتفاع به إما للتسبيح للصلاة عليه للاستشفاء به لأي غرض من الأغراض التي ترتبط بطين قبر الحسين فالأغراض كثيرة متعددة فهذا الشيعي البائع يبيع تراباً وهو لا يستهين به ويقدمه لشخص سينتفع من الإمام يقول من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه أية كارثة هذه إذن ماذا نقول لهؤلاء الخطباء الكذابين السفهاء هؤلاء الذين ينقلون قذارات مراجعهم الأخبياء الناقضين لبيعة الغدير ويتقيأون ويتقيأون بقذاراتهم هذه في رؤوس الشيعة ينقلون الفكرة الناصبية ويقولون لكم هذا هو فكر الحسين هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم معهم أيضاً لأنكم تكثرون السواد في مجالسهم وتدفعون الأموال إليهم هؤلاء ينهشون لحم الحسين إذا كان هذا يبيع تراباً التراب لا يدخل إلى الرؤوس العقائد هي التي تدخل إلى الرؤوس عقائد ضلال مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديد هم الذين ينقلونها وهم مع ذلك يتعاملون عليها بالأموال فضلاً عن المفاسد التي تضاف إلى ذلك الآن بعض الرواديد صاروا مثل الكاولية بالضبط مثل الكاولية هم شعراءهم كاولية كاولية أنا لا أريد أن أنتقص من الكاولية كأناس لكن هذه التعابير تعابير معروفة في ثقافتنا الشعبية يقصد منها جهة معينة بعض الرواديد الآن كاولية كاولي خصوصاً ذول اللي يحشرون المرجعية لمدحها بمناسبة ومن دون مناسبة كاولي هذا هذا كاولي ما علاقته بالحسين كاولي لأن المراجع إمامنا الصادق يصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذه الأوصاف تنطبق بالتمام والكمال على مراجع النجف وكربلاء من الأعلى فيهم إلى الأسفل منهم الواقع يقول هذا كتبهم عقائدهم فضائياتهم وكلاؤهم خطباؤهم كل الذي حولهم وكل الذي يصدر منهم هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم تساندونهم من باع من باع طين خبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتري الحكاية طويلة طويلة وعميقة وخطيرة وكبيرة إلى أين أنتم ذاهبون أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين ماذا تعرفون عن الحسين وماذا تفقهون من حق الحسين تذكروا تذكروا هذه الكلمة من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه فماذا تقولون للذين يضحكون على الشيعة بعقائد الضلال الناصبية ويقولون لهم هذه عقائد الحسين وماذا تقولون لهؤلاء الشعراء السفلة الذين ينظمون القصائد بأسلوب مخالف لثقافة العترة الطاهرة كل الذي يريدونه أن يمدح المرجعية الفاسدة الضالة المضلة هذا 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 هو واقعنا الشعي أم أنني أتحدث عن واقع في المريخ ما هو هذا واقعنا الشعي بالتمام والكمال تذكروا تذكروا كلام الصادق من باعطين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه ما بالكم بهؤلاء الخطباء الذين يشترطون مقادير الأموال بالدولارات ويشترطون الأماكن التي سيسكنون فيها وبعد ذلك يشترطون نوع الطعام والشراب الذي يأكلونه ويشربونه والبعض منهم يطلب من أصحاب الحسينية أو من أصحاب المجلس أن يهيئ له مجلسا مع الأخوات مع المؤمنات الصالحات وذول الغبران ما يدرون ما يدرون هذا راح يفرهد ذن البنات راح يفرهد يلعب لين يريد أن يقدم النصائح والتوجيه الديني لأخواتنا وبناتنا المؤمنات أبو اللقو هذه الحكاية موجودة ومتكررة ولا أريد أن أدخل في أغوار هذه التفاصيل وحتى الرواديد الذين صاروا يتعاملون كالمغنين يبحثون عن المعجبات كاولية صارت قضية كاولية كاولية والسرسرية وهتلية لكن المهم أن يمدح السيستاني إذا مدح السيستاني فحينئذ صار ملاكا ونبيا المهم يمدح المرجعية وهو هتلي سرسري ساقط وأنتم تساندونه هو ينهش بلحم الحسين بمعونة السيستاني وأنتم معه هذا هو الواقع أنا أتحدث عن أكثر الخطباء وأكثر الشعراء وأكثر الرواديد ربما توجد حالات استثنائية قليلة جدا لكن الجو العام هو هذا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر